موسيقى السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سنرى الدرس الأول بالنسبة للثانية علم فيزيائية وحياة الأرض وعلم الرياضية وهو الدرس الاتصال سنرى الفقرة الأول فيه وهي اتصال دلة في نقطة واحدة كيف نعرف احد دلة ومتصلة في واحد النقطة بالنسبة للمسائل الأساسية وهو أن هذه الفقرة الأولى مبازية كثيرا للنهاية ولكنك لا تتعلم أن تحسب النهاية لذلك العددية سوف يخصك أول شيء هي التعلم كيف تحسب واحد النهاية لديك ساعد الدرس الذي هو درس الاعتصار بالضبط للفقرة الأول في الاتصال هناك نقطة الثانية وهي الأنواع الدول فهذا الدرس ستريد أن ترى الدول بهذه الطرق وهذه الثلاثة هذه السيغة الأولى السيغة الثانية والسيغة الثالثة بالنسبة للسيغة الأولى يجب عليك التعبير فلي إكس مباشرة لا يجب عليها صورة الأولى هناك يجب أن تحسب غير الليميت وترى ما يفعل عدد حقيقي أو للا بطبيعة الحالة كانوا يجب عليها في الاتصال السيغة الثانية يجب عليك التعبير للدلة فلي إكس فلي إكس إذا كان إكس يخالف عدد معين ويجب عليك الصورة هذه العدد تقوم بقيمة وهي عبارة هناك عدد حقيقي هناك يجب عليك التعبير فهذا العدد غير معرفة فيه بالنسبة للتعبير ومن بعد تقارنها مع الصورة وماذا نتساويين أو للا كيف يجب عليك التعبير السيغة الثالثة يعطيك أجزاء يعطيك تعبير واحد في واحد المجال معين تعبير اثنان في واحد المجال آخر يمكنك التعبير ثالث في مجال ثالث إلى آخر وفي الأخير يمكنك التعبير صورة واحد لعدد تقوم بقيمة هناك يجب أن تحسب المجال في اليمين والمجال في اليسار وتقارنها في الأخير مع الصورة هذه الاشكال التي تكون عارفة وهما الأشكال كيف يتحطون لديكم الدول في أي درس لديكم الدول في صفة عامة ثالثة هي تعرف ما هو المعنى دالة متصلة في واحد المجال المعنى دالة متصلة هو أن الخط عبارة عن خط متصل يعني لا تقطع في هذا النموذج الذي لدينا هنا بالنسبة لدالة الأول يمكننا أن الخط لا تقطع ما هو لا يمكننا أن دالة متصلة بينما دالة تقطع الخط عاد كمال الدالة وهنا يمكننا أن دالة غير متصلة كان متصلة وهذه دالة متصلة مع هذا المجال من هنا ثالثة الا تمام ولكن إذاyes قسمت هذا المجال 本� من سنقوم بإمكان düşün دالة متصلة في المجال ولكن بالتронار من أن و في حال أن أعرف أن أحد دلة متصلة في واحد النقطة أو أغير متصلة في واحد النقطة نحسب النهايات أعني أن أريد أن أعرف أن أحد دلة F و أحد دلة متصلة في واحد العدد الحقيقي A ما نفعله؟ نحسب الليميت عندما يقوم X إلى A ما تعني هذا عندما يقوم X إلى A؟ يعني عندما تأخذ X قيما قريبا من A لا تغيب أن القيم تكون مليمان أو مليسان يعني المهم أن تكون X تأخذ قيم قريبا من A كلما يقترب من A كلما يقترب X من A خاصة هذه اللليميتة F و X يكون عبارة عن عدد حقيقي ثابت يجب أن يتعمل أيضا يعني في الأخير يقوم لي عدد L يكون عبارة عن عدد حقيقي يعني لا يقوم بلوس لامفيني و مول لامفيني طبيعي الحال هذا لقد أعطي لي الدلة لها التعبير هذا الأول أما إذا كانت معطي لي الدلة لتعبير الثاني يجب أن تحسب الليميت و في الأخير تقارنه بالصورة يعني نقدر نزيد هنا تمديد التعريف إذا كانت المليميت دلة F عندما يقوم X إلى A تساوي عدد حقيقي الذي يجب أن يساوي صورة دلة صورة دلة A إذا كان هذا الشرط متحقق نقول أن الدلة F هي دلة متصلة في العدد A إذا كان هذا الشرط غير متحقق نقول أن الدلة غير متصلة في العدد A طبيعة الحال من غير هذا النوع هذا الثالث يجب أن تحسب الليميت في اليمين و في اليسار تقريباً تقريباً إذا أريد أن نرى غير مفهم تقريباً من هذا النموذج المكتوب عندي هنا إذا أريد أن نعرف ماذا متصلة في واحد أو غير متصلة في واحد ماذا سيجب أن نرى سيجب أن نأخذ عدد أقراب الواحد و نرى الميت لا يمكن أن يساوي يعني نأخذ مثلاً واحد عدد هنا و نقول له مثلاً هذه واحد فصلة للسعود ما حالك؟ ما تريد أن نرى هذه الصورة سنجد واحد القيمة من قريباً القريب إلى 3 نحاول أن ننقرأ بالواحد لنأخذ مثلاً هنا واحد و ننص سنرى هنا و سنجد رأسي أكثر وأكثر من العدد 3 نحاول أن نقرأ بالضعان لنقرأ بالتالك و نقرأ بالتالك نصل إلى 3 يعني 从 الجهة هذه نستطيع أن نقرأ عندما يأكل 50 بالحيس من أي مدين من الجهة في الجهة اليومية يجد1 عندما يقصر x في المدين تقارباً فقد تساوي لي 3 ولكن اذا اترجي إلى هذا الجهة الأخرى وليس سوف نأخذ اشتراك thing 1 عتقد عدد اخر وقتحد وقتحد سوف نستخدم عدد اخر وقتحد سوف نستخدم عن طريقة 1.7 سوف نستخدم عن طريقة 5 سوف نأخذ القرburger قريباً قريباً نوصل إلى 1 يعني ما سنلاحظ هنا؟ أنه الليميت فلحة X عندما يقول X إلى 1 على اليسار تقترب القيم بطبيعة الحال من 1 نستطيع أن تساوي 1 أما بالنسبة للميت في اليمين يساوي لي يساوي 3 هنا سنلاحظ أنه عندما يقترب من 1 من اليمين يجد 1 القيمة بينما يقترب من 1 من اليسار يجد 1 القيمة أخرى مختلفة هنا سنقول بما أن فلحة X في اليمين يخالف فلحة X في اليمين يجد 1 القيمة أخرى يعني يجد 1 القيمة أخرى في هذا العدد في طبيعة الحال كيف يبدو أنه المنحنة تقترب ليس من 1 قيمة أخرى لا يكون لخط يعني هذا العدد كامل لا يوجد صورة أو صورة تختلف من 1 قيمة أخرى بينما في هذه الدلة هذه الدلة متصلة إلا نريد أن نعرف ما هي الدلة متصلة في واحدة سنقوم بنفس الطريقة نحن نقوم بنفس النمط سنأخذ عدد قرب 2 من 1 من اليسار سنأتي في حلقة سننشاهد أن سنقصر بأن من 3 بطبيعة الحال ونقصر بأن من 1 من اليسار سنقصر بأن ثلاثة وحتى نمشت إلى الجهة التي يصل إلى 1 سنقصر بأن من 1 من اليسار سنقصر بأن سنقصر بأن من نفس العدد الذي هو 3 يعني هنا في هذه الدلة سنقول أن المتصلة في اليمين يسوي المتصلة في اليسار سنقصر بأن سنقصر بأن هذا المفهم بصفة عامة وهذا هو أنواع الدول التي يكون لديكم وهذا المفهم المبينة للإتصال كيف يكون لديك مع حاجة واحدة بالضبط وهي حساب النهاية حساب النهاية هي حاجة ضرورية كثيرا فقد الفقرة في الدرس وطبيعة الحال بكالوريا كاملة سنرى مثال بسيط فهدنا عدد الدول التي لدينا هنا يعني من غير كثيرا تطبيق الفقرة وصافية من بعد سنقصر لكم تمرين لما تريدون تطبيقوا الخاصية الأساسية للدرس الخاصية نكتبوها هنا الخاصية تقول لك أنه نقول أن الدلة F متصلة في العدد A فقط إذا كان ف عندما يقول X إلى A عندما يقول X إلى A تقوم عدد حقيقي L وهو يكون صورة L هذا عبارة عن عدد حقيقي هذا هو التعريف الذي لديكم في الفقرة للدرس سوف نأخذ هنا بعض التعبير الثاني هنا نأخذ دلة معينة كيف ما كانت نأخذ مثلا F X تساوي X زائد X ناقص 12 X ناقص ثلاثة ونأخذ خالف ثلاثة ونأخذ الصورة ثلاثة تساوي مثلا 2 صفح السؤال هنا وهو هل دلة F متصلة في ثلاثة لا أريد أن نعرف ما سيحصل لذلك 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 عندما يقول X إلى ثلاثة ما سيحصل نحسب Limit X عندما يقول X إلى ثلاثة ثلاثة سيحصل Limit عندما يقول X إلى ثلاثة نعود F X زائد X-12 على X-3 طبيعة الآن بطبيعة النهاية ما الذي نحسب Limit أول نعود ونرى ما سيجد ونرى شكل محدد أو أو شكل غير محدد طبيعة الأشكال محددة التي تريد يعرفهم ونرى نهاية ونرى نحن نرى أغلب النهاية ما سنقوم نعود X بالقيمة التي تريد ثلاثة 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 كيف سنجعلنا هذا التعميل بطبيعة الحال لن أعوضك للقاء صفر على صفر يجب أن نجد تعمل بx ناقص لنحسب العدد 3 يعني سنجد أن نجد اختزال بx ناقص قسب خانته بطريقة التي تعجبك بالطبيعة الحال بالنسبة لدي في المقام x ناقص 3 لا تحتاج لإختزال الأول لا تحتاج زعمة تعميل بالنسبة لدي حدودية من درجة 2 حدودية من درجة 2 يجب أن تحسب بالنسبة لتعميل يمكن أن تحسب بالدلتا و تجد التعميل و تجد التعميل و تجد التعميل و تجد القسم الأقليدية كل شخص يعمل كل شخص يعمل بطريقة مرتاحة سنرى القسم الأقليدية على x ناقص 3 و سنرى ماذا سيخرج سنرى x2 مقسوم على x ناقص 3 سنرى x x في x هي x2 و سنرى ناقص x2 x في ناقص 3 هي ناقص 3x و سنضع زائد 3x سنجمع هذا الشيء و ستحيط له x2 مع ناقص x2 و x زائد 3x هي 4x و نهبط هذا ناقص 12 و سنرى عدد 4x و سنضع زائد 4x 4x هي 4x و سنضع المقابل 4x في ناقص 3 هي ناقص 12 و سنضع المقابل و سنجمع هذا الشيء و سنلقى في الأخير 0 يعني التعميل بهذه الحدودية هذه هي x2 زائد x x2 x ناقص 3x و سنعودها بالتعميل والتي لدينا عندما يقوم x و سنقص x x ناقص 3x و سنقص x ثلاثة سنختازل بx ناقص ثلاثة ستقوم بقليل الميت عندما يقوم x إلى ثلاثة سنقوم x زائد أربعة من بعد مما اختازلت سنعود مرة أخرى بثلاثة سأقول عندي ثلاثة زائد أربعة التي هي سبعة يعني حسبتنا الميت في ثلاثة وقعت كيف يقوم بعمل عدد حقيقي وهو سبعة ماذا سوف نقوم بذلك؟ سنتأكد ما هذا الميت الذي أخرجني هو مقام بصورة ثلاثة أو لا سنكتبه هنا بما أن الميت عندما يقوم x إلى ثلاثة خجلية هو سبعة والصورة الثلاثة هي جوج يعني بطبيعة الحدد العددين هذو مختلفين يعني الميت عندما تقوم x إلى ثلاثة يخالف الصورة الثلاثة وإذن نستنتج أن f غير متصلة في ثلاثة أيضا للميت لا يخرجني هو نفسه القيمة للصورة إذا أردت أن هذه الدالة تكون متصلة يمكنني أن نقوم بعمل تغيير واحد وهو مبدل الصورة هذه الجوجة وتكون عندي هي سبعة وهي القيمة التي يخرج للميت في هذه الحالة ستكون الدالة متصلة في ثلاثة لأنه يساوي الصورة ولكن بما أنه أعطي كنف المعطاية التمرين هي اثنان وهذه العدد التي يخرجوا لي هنا مختلفين يعني الدالة غير متصلة في ثلاثة هذه الفقرة الأولى من الدرس وهي الاتصال الدالة في نقطة يعني كيفما يبقى لكم هنا ستكون مبازية للنهايات نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا ولفيديو آخر إن شاء الله ومع السلامة